موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية بدأوها بالعنامين خادم الحرمين الشريفين وسموري العهد هنئان ملك مملكة كمبوديا بذكر استقلال بلاده نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح المنتدى الدولي للأمن السبراني بمشاركة 120 متحدثا دوليا سموه الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون موسيقى مرحبا بكم بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيتي تهنئة لجلالة الملك توردوم سيهموني ملك مملكة كمبوديا بمناسبة ذكر استقلال بلاده موسيقى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض النسخة الثانية من أعمال المنتدى الدولي للأمن السبراني بمشاركة 120 متحدثا دوليا رفيع المستوى وبحضور مشاركين من أكثر من 100 دولة والذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السبراني تحت شعار إعادة التفكير في الترتيبات السبرانية العالمية ويشهد المنتدى على مدى يومين انعقاد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول خمسة محاور أساسية تناقش أفاق التغيير في المشهد السبراني والاقتصادات السبرانية وتطور الجيو سبراني ومستقبل العمل السبراني حيث يعد منصة تفاعلية عالمية لكافة المعنيين والمختصين بمجال الأمن السبراني وخلال حفل الافتتاح أكد أمير منطقة الرياض أن قطاع الأمن السبراني يشهد تطورا متسارعا في مواجهة التحديات مشيرا إلى حرص المملكة على دعم قطاع الأمن السبراني وفق أهداف رؤية 2030 واستمرارها في توفير فضاء سبراني آمن إن قطاع الأمن السبراني يشهد تطورا متسارعا تتزاعد معه وطيرة التحديات التي يواجهها هذا القطاع الهام مما يجعل تعزيز وتضافر الجهود الدولية في الأمن السبراني أكثر إلحاحا من أي وقت مضى ولقد حرزت المملكة وفق رؤية 2030 على تعزيز مكتسباتها التنموية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المجالات ومنها مجال الأمن السبراني الذي أولاه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عناية كبيرة ودعما متزايدا حتى أذمر ذلك عن حضور المملكة على المرتبة الثانية دوليا في المؤشر العالمي للأمن السبراني لعام 2021 هذا وأكد سمو وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السبرانية داعيان للجميع إلى ضرورة التصدي وبشكل استباقي لهذه التحديات الأمنية التي تستهدف قطاع الطاقة المملكة احتلت المرتبة الثانية في تصنيف التصدي للهجمات السبرانية وعلينا أن نتحد جميعا في التصدي لتلك الهجمات وأن نكون استباقيين لصدها لأنها تتغير بسرعة وعلينا أن نعي ذلك إن قطاعنا أحد أكثر القطاعات التي تتأثر بالهجمات السبرانية وعلى الحكومات والمنظمات التعاون لوضع حد لهذا التحدي لقد أصبحنا حاليا نتعافى بسرعة كبيرة من الهجمات السبرانية ولكن الهجمات السبرانية تأتي دون انذار مسبق أو معرفة بمصدرها وهي تستخدم كسلاح ولا تحتاج إلى جيوش أو عتاد من جانبه أكد رئيس شركة يارامكو أمين الناصر أن صناعة الطاقة هدف للمخترقين حيث تحمل كثيرا من المخاطر مع تهديدات الهجمات السبرانية المخاطر السبرانية مضاعفة الآن تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة وعلى الجميع العمل من أجل توفير معاير دولية عالية للحد من الهجمات السبرانية في القطاعات كافة وأن الهيئة الوطنية للأمن السبراني شريك مؤسس لتشكيل نظام أمني عالمي إن الطاقة وصناعتها عادة ما تكون هدفا للهجمات السبرانية وهناك مخاطر مضاعفة الآن تجاه تدمير البنية التحتية للطاقة نتيجة وجود أوجه ضعف واضحة إن من بين نقاط الضعف هو اعتمادها على أنظمة تم إنشاؤها منذ فترة طويلة قبيل أن تعتبر الهجمات السبرانية أحد المخاطر والتهديدات والآن نمر بعملية الرقمنة وبدوره قال محافظ هيئة البيانات والذكاء الستناعي ماجد المزيد إن منتدى الأمن السبراني جمع أفضل العقول لتوفير فضاء سبراني آمن موضحا أن المملكة تهدف من وراء تشتيع الحوار ودعم موضوعات المنتدى إلى تعزيز مرونة واسعة لمكافحة الثغرات وعقد شراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السبراني إن العالم يتطور في العديد من الصناعات والمجال السبراني وعلى الجميع التكاتف الدولي من أجل توفير فضاء سبراني آمن للدول كافة إن جميع فئة المجتمع قادرة على الإسهام في كبح الثغرات السبرانية خاصة وأن هذا المنتدى يفتح أفاقا واسعة لتشجيع الحوار ومكافحة الثغرات في المجال السبراني إن المملكة تدعم الموضوعات التي تناولها المنتدى وذلك لتعزيز المرونة والأمن في مجال الأمن السبراني كما أن المملكة تتطلع إلى عقد شراكات مع الجهات الرائدة في هذا المجال من جهته أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتقنية المعلومات سايت الدكتور سعد العبودي أن الأمن السبراني قطاع أفقي ويتقاطع مع العديد من الصناعات وهناك علاقة قوية بين قطاعي الطاقة والأمن السبراني أعتقد أن الأمن السبراني هو قطاع أفقي بطبيعة وهو الأكثر أفقية وتقاطع مع العديد من الصناعات وبناء على ذلك أصبح جزء لا يتجزأ من مدى الاعتمادية وموطقية كل الصناعات الأخرى هناك ثلاثة أوجه مشتركة وشائعة وأرضية مشتركة تربط مجال الأمن السبراني بقطاع الطاقة هناك علاقة أقوى من أي علاقة أخرى بقطاع طاقة أولها كل القطاعين يؤثرن بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والنقطة الثانية أنهم يؤثرن بشكل مباشر على الأمن القومي ونقطة ثلاثة أنهم كلهما يؤثرن بشكل مباشر على حياة البشر ونحن اليوم قطاع الطاقة هي وقود الازدهار لكل الصناعات الأخرى وبدونها لن يكون لدينا أي ازدهار في مجال التعليم أو الرعاية الصحية أو النقل أو الطيران أو الترفيه وما إلى ذلك عقد أصحاب السمو المعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم التاسع والثلاثين بمقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون في الرياض اليوم وذلك برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي أكد خلال كلمته بأن الاجتماع وما يصدر عنه من قرارات يأتي تجسيدا لروح الأخوة والتعاون الخليجي المشترك لمواجهة كل تحدي أمني والقضاء عليه كما تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والموضوعات الأمنية المشتركة وما استجد من أعمال أيها الأخوة أن اجتماعنا اليوم ينعقد في ظل ما تمر به بعض دول العالم من مقاطر وتحديات تهدد أمنها واستقرارها مما يؤكد على همية التمسك بوحدة المجلس وتعزيز العمل المشترك وزيادة وطيرة تعاون التنسيق بين الأجهزة الأمنية بدولنا لمواجهة كل ما يخل بأمن وأمان المواطن والمقيم وكذلك الحفاظ على ما تحقق لدولنا من أمن واستقرار وتطور ونماء ولله الحمد ولضمان تواصل مسيرة البناء والازدهار بإذن الله تحقيقا لتوجيهات قياداتنا الحكيمة وتطلعات شعوبنا أصحاب السمو والمعالي لا شك أن اجتماعنا هذا وما يصدر عنه من قرارات له وتجزيد لروح الأخوة والتعاون الخليجي المشترك لمواجهة كل تحدي أمني والقضاء عليه دشنا معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي انطلاق أعمال المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين تحت شعار الإعلام في عالم يتشكل الذي يعقد للمرة الأولى خارج بلد المقر تونس وتحتضنه الرياض استثنائيا لمدة أربعة أيام بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون واتحاد الإذاعات إذاعات الدول العربية اسبو بالإضافة إلى تدشين معرض مستقبل الإعلام بحضور أكثر من خمسة عشر ألف مشارك وألف إعلامي من مختلف دول العالم وسيشهد جدول وعمال الدورة الثانية والعشرين من المهرجان ابتداء من يومه الثاني إقامة أكثر من ثلاثين ورشة عمل وجلسة مصاحبة تناقش جميع الموضوعات المتعلقة بالإنتاج التلفزيوني والإذاعي تواصلت اليوم أعمال المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية الذي تنظمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية والاتحاد الدولي للاتصالات وتناولت جلسات اليوم مناقشة التكامل بين المكونات الأرضية والفضائية للشبكات اللاسلكية ومستقبل الجيل السادس من خلال الشبكات غير الأرضية وكذلك إيصال خدمات الاتصالات للمناطق غير المتصلة وأسياسات حماية الفضاء والمسؤولية في نشر المنظومات الفضائية والحطام المداري والتنمية المستدامة تستضيف العاصمة الرياض القادة والمبدعين والمفكرين الشباب المحليين وكذلك من أنحاء العالم حيث انطلقت بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات فعاليات منتدى ميسك العالمي في نسخته السادسة التي تعد الأضخم لمواكبتها احتفالية ذكرى مرور عشر سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان ميسك ويشارك في المنتدى الذي يقام على مدار يومين ما يزيد عن مئة وعشرين متحدثا يجتمعون لمناقشة المحور الرئيس للنسخة السادسة من المنتدى جيل التغيير وإثراء موضوعات تمكين الشباب لمعالجة تحديات المستقبل أطلقت وزارة الصحة ومركز التمكين الابتكار المنصة الوطنية الافتراضية لمعالجة أمراض القلب الهيكلية وتهدف المنصة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مجال الابتكار للإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لمرض القلب ووضع الخطط العلاجية المناسبة لهم وفقا للمعايير العالمية المتبعة بإشراف نخبة من الأطباء المختصين في أمراض القلب إضافة إلى إمكانية نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين المختصين في مجال أمراض اعتلال القلب من داخل المملكة وخارجها انتهت نشرتنا بقيان مذكركم بأبرز ما جاء فيها خادم الحرمين الشريفين وسموه للعهد هنئاني ملكة مملكة كمبوديا بذكر استقلال بلاده نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة الرياض يفتتح الملتدى الدولي للأمن السبراني بمشاركة 120 متحدثا دوليا بسموه الأمير عبد العزيز بن سعود يرأس الاجتماع التاسع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون انتهت نشرتنا شكرا لكم على طيب المتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته وتصبحونا على خير اشتركوا في القناة